تفضل هبوط قيمة العملة عندها إرهاب عندها انفجارات يعني رغم هذا يحصل تحصل الانتخابات والأغلبية تحكم والأمور سارية يعني إحنا ليش نستثني العراق من هذا الأمر زين في إيران ماكو مشاكل في تركيا ماكو مشاكل في باكستان ماكو مشاكل بكل بلدان العالم أكو مشاكل بس النواة الديمقراطية والهدف من الانتخابات هو أن الأغلبية الفائزة تحكم وتبقى الأقلية الباقية في المعارضة تراقب إداءة الحكومة إلى الانتخابات القادمة وهذا ما يحصل في أمريكا وفي بريطانيا وفي كل بلدان العالم وفي أفريقيا وفي آسيا وفي كل القارات يعني إحنا ليش نستثني العراق من هذا بعدين يعني العملية السياسية إذا كل مرة تكون بالتوافقية إحنا ليش نسوي انتخابات خب خلي كل أحزاب السياسية تتفق بينها مسبقان وبالتوافق يشاركون بالحكومة وهي هي يعني نسبة المشاركة ليش قلت سنة بعد سنة من وراها التوافقية ومشاركة الكل في الكعكة خلونا نجرب خلونا نجرب خلونا نجرب طريقة أخرى نشوف كيف يكون وهذا هو الطريق الصحيح الغاية من الانتخابات هو الأغلبية يتم تكليفها لتشكيل الحكومة وبالتالي تنتظر البقية إلى الانتخابات القادمة وبعدها إذا الاخوة في الاتحاد الوطني في طرف ونحن معه في طرف هذه ليس فقط حالة الكرد وإنما حالة المكونات كلها يعني مو أحلى اللي يسوينا الانقسام في البيت الشيعي هو أصلا يعني اختلاف الآراء هذا لا يعني بأننا نتفق دائما على كل شيء مع ذلك سنبقى في العملية السياسية سواء كنا معارضين أو كنا نحكم البلد ترجمة نانسي قنقر